اشتركوا في القناة المرحوم الحسن الثاني لجعل من هذا الفريق هذا يكون فريق نموذجي فريق هو الثاني يعني فريق ثاني دي المنتخب الوطني تعاقبوا عليه عدة أجيال وعدة لاعبين لبكل صراحة الأجيال هذه دوزة لاعبين أهرام كانوا إضافة في فريق في الكرة المغربية ومع المنتخب الوطني فالزعيم يبقى زعيم نتمنى أن نكون يعني عند حسن ضمن المحبين ديال هذا الفريق لأنه فريق غير هذه فريق اللي بكل صراحة أعطى أجيال أعطى أشياء كتير للكرة المغربية فريق الجيش المالكي بكل صراحة أفتخر أن أكون لاعباً سابقاً في فريق الجيش المالكي وأيناً محباً في فريق الجيش المالكي وتالتاً مسؤول هذه المسؤولية ربما كانت مسؤولية تقيلة على أكتافي لأنه لا يمكن أن نكون بأنه فريق الجيش المالكي نعمل ونأخذ المهمة من أجل من أجل المهمة وصافي بالعكس خصنا نضاعف العمل ديالنا نضاعف المهام ديالنا ونكون يعني إضافة الفريق أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ضامري لم أخونا هذا الفريق لا أبد من أن أكون يعني إضافة الفريق لأنهم ربما نكون نكون أخطأت أو لم أمجح في بعض الأشياء ولكن مشي عن قصد مشي يعني عن أغراب مادية وعن يعني أشياء اللي ربما تكون شخصية بالعكس فأولويات ديال فريق الجيش الملكي قبل أولويات مصلحاتي لأنه الفريق أحبه وهذا لا أقوله بالنسبة للجماهير باشي عارفوا حب الفريق ولكن أنا أقولها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام أمام الملأ وأمام كل محب لفريق الجيش الملكي بأنني لن أخونا هذا الفريق وأعمل كل جهدي لأنه صعب صعب باش تسمين ربما صعب بالنسبة لي أنا من ناحية الصحية ولا من ناحية النفسية ولكن تتبقى تجريبة تجريبة اللي عرفت بها فيها بزاف هذه الأشياء أكيد بأنه أخطيت واحد المناعة أخطيت واحد أشياء العاتق بأنه أن أقول الحق وأن أريد أن أكون إضافة للفريق دون دون تشهير دون دون أن أكون بأنه أنا هو يعني ربما المنقيد أو الإنسان لقدر يحسب أي واحد بالعكس هنا إنسان هادي عندي مهمة نية لأعملها كما هي ربما أخطأ ربما لم أنجح في بعض الأشياء ولكن بدون قصد بدون نية مبيتة فأبقى أحب فريق الجيش الملكي على الدوام ولو كانت لو خرجت من هذه من المسؤولية سأبقى أحب هذا الفريق لأنه أعطاني الكثير وعيد ميلاد سعيد لكل العساكر من الزيرطرات من الجمهور العادي من المسؤولين من اللاعبين السابقين تحية عسكرية لكل محبة عسكرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة